جدد مشروع التيار العربي في كاركوك مطالبته بضرورة اجراء انتخابات مجلس المحافظة رافضا بعض طروحات نواب عرب المحافظة الداعية الى اجرائها مع انتخابات اقليم كردستان مشيرا انها تعني ان كاركوكي جزء من كردستان وفي بيان دعا المشروع العربي الى اعتماد نظام الكوتا نجدد مطالبتنا بالاسراع بتجريع قانون الانتخابات لمجلس محافظة كاركوك بدون تهميش او اقصاء لأي مكون ونؤكد رفضنا لمشروع القانون الذي اقترحوا نواب العرب من الحويجة في كاركوك ان كل فعل او قانون او مشروع او مقترح يجب ان يمر ببوابة التوافق بين كل المكونات في المحافظة وان لا تكون الجهة المنفردة بالقرار هي الخاسرة حتما نحن وضع هذا المشروع لانه فيه ضم لكاركوك للقليم بدون اي مقابل ونعلم من سولت له نفسه هذا ومن سمح له شخصه بان يقوم بهذا العمل اعضاء في المجلس السياسي العربي اشاروا الى ان العرب بحاجة الى وحدة الكلمة وان هذه التصريحات لا تخدم احدا وان دعوتهم الى تزاون انتخابات كاركوك مع قليم كردستان هو من اجل منع التزوير وان لا مبرر لهذه الاصوات في تصعيد الخلاف العربي العربي مسألة الانتخاب مع انتخابات محافظات الاقليم لا يعني قانون انظم كاركوك الاقليم كردستان وانما هي المسألة لغايات فنية لأسباب قضايا التعلق بالتزوير الكرد من جانبهم اكدوا ان نظام الكوتا مخالف للدستور العراقي مطالبين باجراء الانتخابات دون قيد او شرط تطبيق نظام الكوتا للانتخابات في محافظة كاركوك شيء مخالف للدستور يعني ما يجري في كاركوك يجب ان يكون جاريا في باقي محافظات العراق بعض التركمان اعلنوا ان صدف شاءت ان تتطابق مواقف العرب والتركمان حيال الانتخابات مشددين على ضرورة التوافق ورفض الانفراد في ادارة كاركوك مسألة ادارة كاركوك او طرح فكرة لحل مشكلة كاركوك من قبل طرف واحد او حتى طرفين فكرة عقيمة لا تنتج ولا تثمر تماما يجب ان نشارك الجميع ويجب ان يضمن احدنا مشاركة الاخر لان مشاركة الجميع هو اشارة وعلامة واعراض النجاح في محافظة كاركوك خلافات ومواقف متباينة تظهر ملامحها بين جميع الاطراف السياسية هنا في كاركوك وخصوصا في مسألة انتخابات مجلس المحافظة سوران الداودي الحرة كاركوك